نروح للوطن المالية تكافل وكرامة هدية الحكومة لثلاثة ملايين أسر فقيرة أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الحكومة تتجه بشكل كبير للتركيز على محدود الدخل واستهدافهم بالصورة حقيقية وهو ما تم بالفعل في موازنة العام المالي 2016-2017 حيث تم تخصيص 11.2 مليار جنيه مصري من الموازنة إضافة إلى مليار آخر عبر قرد من البنك الدولي لتمويل برنامج تكافل وكرامة وأضاف كوجك أيضا أنه من المقدر أن يصل عدد المستفيدين منه إلى نحو 1.5 مليون مستفيد خلال المرحلة الأولى طيب نعرف تفاصيل أكتر معنا دكتورة نيفين قباج مساعد أول وزير التضامن ومدير برنامج تكافل وكرامة دكتورة نيفين إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا يا فنم فرصة عيدة جدا أهلا بحضرتك دكتورة نيفين إيه رأي حضرتك طبعا في هذا الخبر النهاردة يعني تكافل وكرامة الحقيقة على مدار فترة طويلة محققين نجاح كبير جدا حضرتك شايف الفترة اللي جاية المفروض إيه اللي يحصل وتوقعات حضرتك إيه؟ هي الفترة الأولانية اللي هي السنة الأولى وكان البرنامج بدأ من مارس 2015 مدأت الأول فترة تحضيرية ثم بدأنا تسديلات وفيها كانت الهدف من البرنامج أنه يبقى أكثر إنصافا وأكثر شمولا للفقراء ونقلل الفر والما بين الأغنياء والفقراء تمام ونشمل كمان المجتمعات الفقيرة والنائية والمحرومة بخدمات زي الصحة والتعليم والتغذية تمام إلى جانب الدعم النقدي وصلنا لغاية إحنا سجلنا أكثر من مليون وثلاثمائة ألف أسرة بما يعادل خمسة مليون ومثين ألف مواطن آآ وصلنا إلى تحققنا من بعض الأسر وصرفنا إلى 506 ألف أسرة في السنة الأولى ما يعادل 2 مليار جنيه مصري آآ هذه الأسر لم تكن مشمولة في الحماية الاجتماعية في من قبل آآ بدأنا نوصل لأفقر المناطق طبعا للخريطة الفقر اللي أخذناها من الجهاز المركزي للتعباء العامة والإحفر تمام احنا منطقة السعيد كلها اللي هو الثمن محافظات السعيد وعند دخلنا الفيوم وحاليا بندخل كمان الوجه البحري في 11 محافظة عظيم عشان نكون مغطينا بطيبة أكثر من 20 محافظة إن شاء الله في المرحلة التالية إن شاء الله يا فندم ويعني بإذن الله بالتوفيق ويعني تحياتنا طبعا لحضرتك ويعني هذا البرنامج الرائع تكافل وكرامة مرة ثانية بشكرك دكتورة نيفين قباج مساعد أول وزير التضامن ومدير برنامج تكافل